أرحنا يا بلال بها أرحنا ننظر روح من تعب السنين فذا حبل من المولى إلينا رواء الروح بل أعمود ديني وقرة أعين ودليل صدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم و بارك على نبينا محمد عليه و على آله أفضل الصلاة و أتم التسليم الصلاة و الصبر بينهما رباط متين و لذلك الله عز وجل يقول و استعينوا بالصبر و الصلاة استعينوا بالصبر و الصلاة على ماذا استعينوا بالصبر و الصلاة على كل شيء على طاعته الصبر عن معصيته الصبر على الأقدار المؤمنة ذكر الإبتلاء بعدها استعينوا بالصبر و الصلاة و إنا لكبيرة إلا على الخاشعين ثم بعد ذلك ذكر أنواع الصبر فأنواع الصبر داخل في هذه الأمور استعينوا بالصبر و الصلاة لماذا؟ لأن الصلاة المكتوبة و الصلاة غير المكتوبة كالراتبة وسائر النوافذ حتى قيام الليل الله تبارك و تعالى لما أمر نبيه مثلا أن يقوم الليل قال ذا قال قم الليل إلا قليلا ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيل القرآن ثقيل لذلك عشان تتحمل هذه الأعباء و أعباء الدعوة و الصعاب و المشاق و لابد أن تستعين بالصبر و الصلاة الصبر قد ينقطع و الإنسان القوي قد يضعف ما لم يكن من لطف الله بالفتى و هذه الألطاف من أعظم مقوماتها و أسبابها هي الصلاة لاحظوا هنا يا أخواني أن الله عز وجل لم يقول استعينوا بالصبر و الصلاة على كذا ما حدد أو على تحمل أقدار أو على المشاق أو على المصاعف الأعمال الدينوية و طلب الرزق أو على المشكلات و الهموم أو العبادة و الطاعة أو على الجهاد الأداء إنما أطلق الصبر أطلقها بن عباس رضي الله عنه ماذا يقول لما جاءه نعي أخيه نزل عن راحلته و هو في الطريق إلى مكة و قرأ هذه الآية استعينوا بالصبر و الصلاة ثم بعد ذلك استقبل القبلة و صلى ركعتين فإذا جاءتك المصيبة و كان الإنسان أمام الشدة و المصاعف أطلق صلى ركعتين تعينك على ماذا تدعينك على الصبر بدلا من النياحة لأن النياحة لا ترد مفقود و لا تدفع بصيبة و إنما يحصل بها الوزر و فوات الأجر فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى عندما تأتيك المصائب و نحو ذلك العبد يحتاج إلى توطين للنفس على الصبر يعني الصلاة تمنح الإنسان قوة في التحمل و لا يمكن أن يحصل ذلك بدونها يعني الثنتين مرتبطة في بعض الصلاة و الصبر و لذلك هي كبيرة إلا على من إلا على الخاشعين الصلاة عبادة شاقة لكنها تراهي أحبابه هي صلة بين العبد و ربه هي مداوات للنفس مداوات للروح فحينما يعني تكون متصلة بربها و خالقها فذلك هو مدد الحياة لها و لا حياة لها إلا بتلك الصلاة يعني مثل الأرض التي قضي عنها سبب الحياة و هو الماء إذا جفت هذه النفوس إن قطعت الصلة بينها و بين الله عز وجل و هذه الصلاة تحتاجها النفوس التي تتصحر و تجف الصلاة تحتاج منها إلى صبر و من صبر ضفر فهل هناك أجمل من مثلا يعني شوفوا هذا الحديث عجيب عجيب هذا الحديث الله سبحانه وتعالى يعجب و يضحك من صنيع عباد بعض عباده ما هو العمل الذي يعجب الله منه شوفوا هذا الحديث ورد في الحديث من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة شوفوا الجمال ثلاثة يحبهم الله عز وجل و يضحك إليهم و يستبشر بهم شوفوا الآن هنا ثلاثة يحبهم الله أثبت صفة الحب و يضحك إليهم و يستبشر بهم من هم يا رسول الله قال الذي إذا انكشفت فئة يعني كانوا في جهاد أو قتال قاتل وراء وراءها بنفسه لله عز وجل ما يرجع ما يتردد و قد والله رأيناهم بعض إخواننا المرابطين سبحان الله رأينا فيهم أنا رحت الحد الجنوبي و شفت بعض الرجال سبحان الله تجد أنه يخوض في وسط المعركة و لا يتردد و لا يبالي يعني عنده عنده قناعة أن نصرته لدين الله هي أعظم ما يجب أن يفعله هذا ترى أكيد يدخل في هذا الحديث إن شاء الله فتجده يقاتل إما أن يقتل و إما أن ينصره الله فهذا ماذا يقول الله يقول انظروا إلى عبدي كيف صبر لي نفسه هذا اللحو الأول من عثي قال و الذي لهم رأة حسنة و فراش الليل فيقوم من الليل فيذر شهوته فيذكرني و يناجيني و لو شاء رقد شوف سبحان الله الجمال هذا جاء بعد الذي يجاهد سبب الله و الثالث قال قال الذي يكون في سفر و كان معه ركب فسهروا حتى تعبوا ثم لما وصلوا إلى مكان عشان يرتحون فيه قام هو من السحر و توضى و استمر أن يصلي بين أيدين الله عز وجل شوفت الجمال ثنتين في موضوع الصلاة هنا أنا في فائدة بس ودي أذكرها أنه في صف إثبات صفة الضحك لله عز وجل لكن على الوجه الذي يريق به لأنه سبحانه وتعالى لا يشبه صفات المخلوقين و قد وردت أيضا أدل أخرى كثيرا من السنة تدل على هذه الصفة منها مثلا حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب هذا الذي قتله فيستشهد فيدخل الجنة فالله عز وجل أثبت صفة الضحك وهي صفة تليق بجلاله و عظمته الصلاة إذن الصبر عليها يرفع العبد و يجعله يصل إلى الدرجات العلوة الصلاة الصبر وينه لما تكون أنت نايم في ليلة باردة مثلا ثم تقوم تترك نومك تترك فراشك وتتوضى وتذهب إلى المسجد ألا يحتاج إلى صبر عندما مثلا تكون فيه مجلس جميل و معك أصحابك و أحبابك و جلسين مثلا فيه سهرة و جلسة ثم يؤذن مؤذن ألا يحتاج إلى مصابرة نفسك فتذهب لكي تصلي بين دلع عز وجل هنا الصبر عندما مثلا تذهب إلى المسجد فتصلي أليست مجاهدتك للشيطان هذا صبر المرأة خاصة المرأة التي تجلس في البيت يعني الرجال يمكن يعانون مع الأذان و مع الصلاة و مرتبين أكثر لكن المرأة المرأة ترى صبرها أشد من الرجال لماذا؟ لأنها يعني مشغولة في أولادها مشغولة في شغولها في أعمالها فإذا أذنوا و أذنوا وتركت كل شيء لله و ذهبت إلى بيت الله لتصلي بين يدي الله هذا من الصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون والله أهل الصبر يا ما لهم من الأجر و الصلاة تحتاج إلى صبر التوفيق صلى الله عنه نبينا محمد هنيئا للعباد الراكعين هنيئا للعباد الراكعين